هذه الهيصة الدولية الهستيريا الدولية وتعود بنا مثلا وزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت مكنمارا أو الأسبق في خطاب له أمام نادي روما عام 1979 قال بالحرف الواحد إن الارتفاع الصاروخي لعدد سكان العالم يشكل أكبر عائق أمام التطور الاقتصادي والاجتماعي في العالم لهذا ينبغي علينا الآن وليس غدا أن نمنع وصول عدد سكان الكون إلى عشرة مليارات نسمة وقال بالحرف الواحد لدينا خياران إما تخفيض معدل الولادات أو رفع معدل الوفيات وهذا الكلام لمكنمارا مش إليها والطريقة هذه يمكن أن نحصل عليها من خلال الحروب أو من خلال الأمراض من خلال الأمراض الآن الناس تتساءل ما هذا المرض الذي الآن بات يهدد البشرية من الذي يقف وراءه خاصة وأن الرئيس الصيني بعد تفشي المرض في يوهان بأيام قال سننتصر على الأعداء من هم هؤلاء الأعداء؟ طبعا مش كفار قريش شكرا